اشتركوا في القناة وبالتالي هنا انا بتعامل مع الوحدتين الاساسيتين اللي مبني عليهم اساسا المقيس جمال الواجد الاستاذ الدكتور محمد ابو زين استشاري جراحات التجميل بكلية طب جامعة القاهرة عضو الكلية الملكية الجراحين بانجلترا رئيس الجماعية المصرية للصحة المرأة فينس اهلا بكم بلا شك الانف واحدة من اهم الاماكن التي يتكلم او يتعمل معها عالم التجميل لماذا؟ اولا لانه عملية الانف او عملية تجميل الانف الخطأ فيها يؤدي الى غالبا كارثة كارثة شكلية وكارثة وصفية اللي احنا متكلم على عضو له علاقة وثيقة جدا بالجهاز التنفسي رسبيات الو سيستم ده جزء منه الانف فالخطأ هنا مش هيدوره الانسان في الشكله بس ده يدوره كمان في خدراته عالتنفسه ثانيا انه الانف ليها اكتر من زوجة في الرؤية ممكن جدا حد يعمل عملية تجميل الانف في فتبان من الامام لما تنظر له جاية او مقبولة لكن من الجنب تكتشف كارثة او طبعا هي من الامام برضو مش هتكون جدا جدا بس خلينا نقول انه ساعات الجنب بيبيننا كارثة اكبر انا يمكن بدأت حواري بعيوب العمليات او بمعنى اصح خطورة ان الواحد يعمل عملية هو مش مركز فيها اوي في الانف وبالتالي تظهر النتيجة مش كما ينبغي او مش كما هو مقمول بها لكن خلينا نرجع حطوة الوراء تمه ساعات يكون الانسان عنده عيوب في انفه وهو الى حد ما ناقم عليها وبيفكر ليله ونهار فيها ويعتقد انه ملهاش حلول لا ليه حلول او يقس من هذه الحلول يفكر انه ممكن جدا يفتكب خلطة كبيرة في حق نفسه انه يعمل عملية وخاف منها وحاسس انه سكلي وعوقبها ممكن تكون وخيمة خلينا نقول ان الانف حوار مثير للغاية وزي ما نسميته من زمان حوار مليمترات او عمليات المليمترات فالحوار فيها ضخيخ للغاية ولذلك الحوار هنا سيأخذ مناحي عديدة وشرحات كثيرة جدا واسمحولي فيها من الراحب بضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد عبوزين اهلا بيك دكتور معامل اهلا بيك الانف قبل ان نبدأ خطوة خطيرة في حياة الانسان اللي مؤمن ان عنده مشكلة في الحياة اكيد طيب لان هو من الحاجات اللي لافتة للنظر للشخص ولغيره اه وبتبقى صعب قوي لما بتبقى داخل الشخص نفسه ان هو بيبصق في المرايا بيلاقي حاجة بارزة حاجة بتحتل منتصف وجهه اه فيه هدفه موجود بيكون موسكس به وبتبقى اه صعب جدا لو حد لافت نظره ليه فتقريبا اه بيبقى هو دا كل محور حياته اهه بيبقى كل محور حياته اه اذا هنبدأ بهذه الجملة ان الانف محور حياة الكثيرين طالما فيه هدفه تعالوا الوحل الابيض والاسود والرماطي ابيض اسود ام رماطي عملية تجميل الانفاء هي العملية الاكسر اهمية والاكسر دقة في عالم جراحات التجميل التعديد دا ابيض ام اسود ام رماطي 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 اه هي العملية الثانية في الدقة بعد عملية تجميل الجفون لان حطرتك بدأت تحوارك بالمليمترات فالمليمترات تكون في الجفون اولا ثم في الانف ثانيا مهم لكل عيان طريقة معينة في تنهيزه من ناحية تشرحية اعداد خاص يعني حسب تقسيمات وجهك التشرحية ابيض او اسود ام رماطي ابيض لابد من اخذ القياسات الدقيقة ومعرفة علاقة الانف بالمناطق المحيطة بها وعلاقة اجزاء الانف بعضها البعض مسافه ما بين العينين طول الشفة العليا الزوايا مبين الانف والجابهة والزوايا مبين الانف والخد وتناسق اجزاء الانف مع بعضها البعض وعلاقة الانف ببقية الوجه نفسه اعمليات الانف تحتاج بعد تنفيذها الى وقت ما لكي تظهر النتيجة كاملة الحقيقة انه كان زمان مع الوبن تكنيك او العمليات اللي فيها جرح وفتح للانف كانت بتاخد 6 شهور حتى تظهر النتيجة اما الان مع الكلوز تكنيك او الاسلوب المغلق اللي هو عملية الانف ومخدر موضعي وبدون جروح خارجية ومن داخل الانف كاملة ما بنحتبش اكتر من 3 ل 6 اسابيع حتى تظهر هذه النتيجة في السابق كان تعديل حاجز انف وستر صال اللحمية هو الحل الوحيد لاصلاح وظيفة الانف واذا كانت لها علاقة بالمشكلة التنفسية ولكن الان اصبح التجميل هو الحل الافضل بمعنى صح تقدم الصف با هو الاختدار الاول عبد اسود امامك لا اسود ما زال هناك دور لطبيب الانف والازن في تقييم الغضاريف الداخلية اللي بتحيط بفتحات الجيوب الانفية فيما يتعلق بالجزء الداخلي او التلتين الداخليين من الانف اما التلت الخارجي فبيكون فيه جزئين يا دكتور ايمان الحاجز الانفي زي ما قالت ذكرت وده هو الدور جراحة التجميل والصمامات الصمامات اللي هي الصمام الخارجي والصمام الداخلي ودول اللي احنا لنا دور في التعامل معاهم كمدخل للجهاز التنفسي العلوي وعملية التنفس اما ما زال هناك دور لطبيب الانف والازن فيما يخص المشاكل الوظيفية المتعلقة بالتلتين الداخليين من الانف من الممكن ان يحدث نزيف من الانف بعد العملية اه لفترات قصيرة ابيض اسود ابيض ابيض ما يقلقش العيان ابدا مظهر الانف ده سؤال مهمة اوي يكون غير طبيعي في الفترات الاولى بعد عمليات التدميل ابيض ولا سود ولا رماضي ابيض ابيض يعني بمعنى ايه يكون غير طبيعي متورم متورم فقط انما علاقات الاجزاء ببعضها البعض ببام من على طوابيضة العمليات اه 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 لنشرح للناس ليه ليه بيحصل اه تورم في الانف والوجنتين بعد عملية التدميل من المخدر الموضعي اللي بنحقينه ببساطة شديدة جدا احنا العملية بنعملها العيان وهو صاحي اه بياخد مخدر موضعي فيه لما حضرتك بتروح تعمل حاجة عن دكتور السنان وبيحقينك المكان ده بيكون مورى بشوية نتيجة للسائل الموجود نهيك عن الاجراء الجراحي اللي بيتم اللي هو بيضيف الى تورم الانسجة ده بياخد له من تهاتل ستة اسابيع علشان يروح اما الزرقان لا يوجد تماما في عملية الانف او في مكان الانف نفسه ولكن بيوجد اسفل العينين علشان كده اه بنقول انه الانف نفسه ما بيزرقش ولكن اسفل العين ده بيزرق نتيجة في بعض الحياة اللي بمحتاج فيها الكسر العظم للتعامل مع الورم والزرقان بياخدوا قدية دبتور الانف بياخدوا مدة من اسبوع لعشر ايام بحد اقصى حتى نصل للشكل النهائي من تهاتل ستة اسابيع السؤال الجيدة مهمة بس هيفتح في عقول المرضى اللي عندهم مشاكل في الانف تساؤلات معينة ممكن جدا عملية تجميل الانف نتخيل نتائجها قبل اجراحها ويكون قدامنا كما نرى بالزبط نتائج مثلا اي جراحة اخرى وفي الجسم شفت الدهون وراء الاخير التنسيخ الخارب الانف كذلك عبدت اسود ان رمضة اسود طب اسود الاحيكة دي مهمة عايزة فهم هنا نعود للقاعدة الرئيسية انه لا يوجد هناك انف جميل ولا انف مثالي ولكن هناك انف مناسب ده يجيب على سؤال حضرتك ان انا ما عنديش انف اسطنبا معين قدر اركبها على وجوه مختلفة تكون مناسبة وما فيش انف جميل ينفع يناسب كل الاشكال والاشخاص والذكر والانصة ولكن هناك انف المناسب طب شكلي ايه بعد العملية هو الانف الذي يخلو من العيوب ولا يلفت النظر انه تم بيه اجراحة تاني يعني لما شوف حضرتك ما لاقيش دي فوق اعلق عليه بعد العملية وما حد اشارف ان انا عملت عملية مش عشان انا مخبي عشان ما يبقاش ملفت للنظر ان هذه الانف معمولة بفرض ان انا معرفوش قبل العملية بالزبط يعني واحد النهاردة شفته الاول مرة مش المفرض اقوله انت عملت انف او عملت انف بالزبط هنروح للجزء الثاني في الحوار لان ده جزء مثيل جدا احنا خلصنا جزء اللطيف الجميل في الحوار اللي هو عمد ويسد ورماد ده جزء العلمي يعني طب العالم الواقع اذا لازم نفهم الواقع ده في المتهم والجاني والبريئة انا هبدأ بسؤال ساخن ساخن جراح جال ومريض وهذا المريض عنده عيب معين في الانف موجود من عملية سابقة فقال له الجراح لا يمكن اصلاح هذا الايب العملية خلاص باي زيابني وروح وكنتم معه طبعا لا يقلو الامر من كلمتين في حق الذي اجرى العملية الاولى سواء في مصر او خارج مصر هل ده التصرف ده متاهب ولا جاني ولا بريء هو بريء لانه قال له ما اقدرش عمل لك حاجة وجاني لانه اخطأ في زميله لما اتكلم عنه مش كويس طب ارجع اسأل تالي طب المريض هنا يروح لفين والمريض مرهار خلاص انا النهاردة كان عندي حد عامل العملية في انف واربع مرات وغير راضي وقلت له حنعمل العملية وكان عندي حد عامل مرة وقلت له انا مقدرش عملك العملية لانه احنا وصلنا لمرحلة انه فعلا هنا اه حيبقى درجة قبولك للعملية ستين في المية داخلنا في الاصلاح وليس في التجميل لو قبيلت بالستين في المية هعمل لك العملية لو لم تقبل مش هعملها لك المريض اللي بيرفض القيام بعملية تجميل في الانف اللي اللي بيعتقد ان عمليات تجميل الانف ممكن ان تؤدي لمشكلة في التنفس وانا خلينا نقول ان هذا المريض محظوظ لانه في مشاهير في الفترة الاخيرة عملوها عمليات اثرت فعلا على التنفس بتاعهم عملوها في دولة خارج مصر او في عدة دول خارج مصر بريق عنده حل الحل ايه طب مع المشكلة دي مع المعضلة دي الحل في الوعي اللي حضرتك بتقوم به في برامجك الطبية المتميزة والاسات اللي بتستضيفهم وبيشرحوا للناس الامور بكل امان هو العيان ما بيجلناش علشان نقنعه بعملية العيان بيجي لنا ويا نزيل مخاوفه العيان بيجي لنا عشان نوصله المعنوه بمنتهى الامانة لما المعنوه بتوصله بامانة وبنسب طبية وبإحصائيات سليمة وبصور حالات زي اللي احنا بنعرضها يبقى الحل موجود الاقوى من كده اللي احنا عملناه وبدأناه في مشوارنا الطبية برضو احنا بنجيب الحالة معاناة بتتكلم بنفسها عن اللي شفيته واللي كانت فيه وتتنفس عادي وصحية وبتلعب ياه بس المشهور المشهور دايما راكز في عقول المشاهدين الشخص المشهور يعني مؤثر بشكل اكبر على عقول المشاهدين لو عملية انفل وحد من المشاهد فشلت هنا عملية الانفل حطت في قفص الاتحاب ليش اللي اجراها العملية نفسها دي حتذكر سيادتك ممثلين المشهورين اجروا مثلا عملية شد الوش وكان شكلهم غريب جدا فده اسائل عملية شد الوش وده بيؤكد كلامك مية في المية ولكن في الاخر احنا بنبني درجة وبنبني بناية لاي نهايتها لها ان شاء الله باذن الله من الوعي وعلشان كده ننقل المريض لدرجة انه هو بيجي يا دكتور ايمان بعد الحوارات والمجهود اللي احنا بنبذله بيجي عامل التحاليل بيجي يشرح طريقه المرضي بيجي عارف المعلومات بشكل جاي جدا وبالتالي هو مدرك تماما للمزايا والعيوب والاعراض الجانبية هازل على مريض برضو هل ده موجود ولا لا المريض اللي بيحكم بفشل عملية تجميل الانف قبل ان يؤديه لانه شاف امثلة عديدة لحالات هو شاف ممكن تنظره فشل ده متهم ده متهم لانه هو شاف امثلة مين شاف عملت فين ما هوش جاني لانه عنده حق شاف انما هم متحراش الدقة فهو هنا يتهم بعدم الدقة في التحري عن الجراح اللي هو بيعمل عملية تجميل ممكن ما يعملهاش فلما يعملها يعملها في الوقت المناسب في المكان المناسب فعند حد عارف نتائجه وعارف مين هو بيعمل ايه ما عملهاش في مركز تجاري او عند حد مجهول المنظومة الطبية او الجراح الذي يجري عمليات تجميل الانف باستنبا واحد في مدرسة كده استنبا هي انف نفس الانف ما بيغيرهاش ده متهم ولا جاني ولا بريد ضعيف متهم بالضعف متهم بالضعف مدرسة دي موجودة في بعض الاماكن يعني الحكاية ديت هل تسللت لمصر او الناس؟ تسللت اذا هنذهب الى المنطقة الهمة الثالثة وهي الوا والشك واليقين الجزء ده هي خطوات طويل لانه عمليات تجميل الانف مصحوبة بكثير من الاوهام والتشككات واليقين فيها مش واضح يمكن لانها عملية تقنيتها صعبة تقنية صعبة وفيها تفاصيل دقيقة لكن خلال مبدأ الاول انه المدرسة او المدرسة المصرية مدرسة تنفرد بانها تخلق قط فاصل واضح جدا بين الرجل والست في عملية تجميل الانف مدرسة المصرية كليسيكية المدرسة المصرية تأثرت بمدارس كتير فهي ما بقيناش نقدر نقول ان هناك المدرسة المصرية الخالصة لان هناك تعليم محلي وهناك تعليم اوروبي وهناك تعليم امريكي وهناك تعليم تجاري للأسف اللي هو حضرتك وصفته في الجزء السابق بالاستنباط فانا مبقاش عندي المدرسة المصرية الخالصة ولكن انا بنتمي للمدرسة الاوروبية اللي هي بتتعامل مع النسب والانف المناسب وليس الاستنباط او الانف المثالي او اللي اقدر اقول ان انا اعمله وهنا يأتي الاجابة على سؤال حضرتك طبعا هناك فرق فيما قيص الانف بين الرجل والمرأة لابد من معاراتها عندي كرت أصفر وعندي كرت أحمر عندي طريقين وطريق سلامة وطريق حضرتك ماذا لا يجدى لكرت الأصفر في عملية التكميل الذي لو كان مريض مادرسة هو المريض قد يكون مريض ضي Sau LaINT الاُصفر واللأحمر لا يوجد م كمنوع من винها اه عيان او طبيب. يعني الكارت الاصفر هديه لقليل الخبرة والكارت الاحمر هديه للمريب النفسي. اه. كارت احمر عنا. ده 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 بيبقى ده بيبقى ليه. انا بحزر قليل القليل الخبرة ده يبقى طبيب. احزره. فهم حصد ايه? لانه ما في حدش كبير عالتعليم ويتعلم. انما الاحمر ده خد بلك. حييي لك عيان راجل. والخباء انا بقول للناس كلها حييلوا عيان راجل. ده اللي حيبقى. ولا ست. راجل. بيعمل عمليات تجميل انف. هنا اصلها قصة. التعارف لما يجي لك العيان تبقى عارف. هو عمل ايه في العشر سنين اللي فاتوا عديته معاك كده. فحيجي لك عيان راجل بقول له زمايلنا يعني. قبل ما ياخدوا الكارت الاحمر ده. حيجي لك عيان ويشكوا من حاجة في الانف وانت بتفتقد للتحليل النفسي. ويعني هتسيب عملية نفسها هو. هييقلب لك حياتك في الجحينة. نبقى انتك احد المسلسلات المشهورة في الامريك الي عملو حلقى تعالى المرضى السايكي اللي بيروحوا عند كاترة وبيعملوا بقى يتردوهم في الماسبوس للدكتور بيتعشير لقى المريض جاء قاعد جنبه وبيكلمه انا مرة عيان انا مرة عيان اه بيستنى في لمب البيت لا لا ده عيان جيش اكويته في العيادة اه اه حرام عليه كنتو خلتوني جميل انا ده سايك انتو غيرتو ربنا وخلتوني جميل انا مكنتش عرف ان العملية تعمل فيها كتب انا يعني طب كنا نخليك ايه طب اعرف ده اخد بوقت عشر سنين ما فيز هو ما يعني اه لا ما فرور طبية الطب النفس طائم طريق السلامة وطريق الندمة طريق السلامة في عاملية تجميل الانف هو طريق الندمة وطريق الروح مارجعش يطريق السلامة طريق السلامة هو الوعي والمثل الشهير اللي بقوله في كل حلقة من خفث لي؟ خاف مخافش ليه? ما تخاف عشان تسأل وتعرف وتستفسر وتتفرج وートفررغ كشان ايها طريق الندمة الاستعجال والفرجة على المراكز التجارية والاسترخاص وكده والشك وانت اللي هتمدم عليه الندم في الانف ليس بعده ندم حاجة بتبقى قاسية جدا حد بقى لانه وظيفة ووظيفة كمان هتتأثر فالتنفس والنوم ومش عارف ايه كميل العملية تطلع جميلة سعادة ما بعدها سعادة استرخص واستسهل وروح وجري ما ادلسش ومشوفش الجماعية المصرية الجراحية التجميل photograph we work نحن نحفظو ما بقينا نحدش يعني ايه يعمل research قوي على الجماعية المصرية الجراحية التجميل ده ده بسيطة احفظه عايز تامد ارجه للجماعية المصرية الجراحية التجميل ووظح صفيت بتاعها ووضح كل حواراتها ووظح wonderful استرخص فاتة السعادة يا ربي له هprü ESI Hi akan والانف على الزيارة الجميلة لديها مفك من ان تدرس بدقة شديدة و زي ما يقولوا يعني ايه هي تستحق من هذا الاعتناء الشديد جدا في عالم مهم جدا اللي عندهم مشكلة في الانف ممكن حياتهم بجد تبقى بحواره على الحكاية دي ويركز فيها جدا جدا ويسألك في كل حتة في اي مكان تلاقيه هو سايب حياته سايب عادته عشاه وسايب مراته سايب ولاده جاي قاعد معاك قول لي بقى انا هعمل اي فقا انا ما انا خير شكرا عزيز و سايب دكتور محمد ابو سيد كان معنا في هذا الحوار المثيئة خليكم دايما معنا سرح الانف ودايما بقول المرضى احنا ما بنعالجش اشعها اطلاقا احنا بنعالج مرضى التدخل النصبي اللي بيستخدم فيه اساليب النصب لتصليح مشاكل مخ وعصاب دي ممكن تكون قاتلة انما لما تبقى معتبرني انا البعب وخايف تيجى عندي عشان لمجرد ان انا رجل جراح اتعامل مع المشكلة على قدر احتياج المرضى وليس على قدر امكاناتي انا معظم عمليات المخ والعصاب تحقق مضاعفات او مشاكل اقصى من ما تحقق شفائي تبتعرف تستخدم الجراحة الملاحية عشان تتكلم عنها الجراحة الملاحية لا يوجدها الا متخصصين